حلو كور التمر بسلسة اللوتس مع بسكوت اللوتس وبسكوت الكرامل وغمسناه بجوز الهند المحمص من حلويات القهوة العربية بيتقدم مع القهوة كتير طيب حتى مع كباية شاي بتقدموه وطريقة للصغار يحبوا يأكلوا التمر بحيد الطريقة خاصة لما بيكون فيه سلسة لوتس وبسكوت لوتس وبسكوت كرامل وغمسناه بجوز هند محمص فيكونوا تضيفوا معه مكسرات بندو اذا انتوا بتحبوا او لوز او جوز حسب ما بتفضلوا انا اكتفقت ببسكوت الكرامل وبسكوت اللوتس وغمسته بجوز الهند وحطيتهم بالوراق وقدمتهم كضيفة مع القهوة العربية لكل كوب من عجينة التمر عندي هيدا النوع الفاتح انا استخدمت حطيت كبايتين من بسكوت اللوتس طحنتهم وضفناهن على كل كباية من عجينة التمر وضفت على يون كوب من بسكوت الكرامل انا كتير بحب هيدا البسكوت بسكوت الطفولي عندي حطيت كوب من بسكوت الكرامل للمطحوم لكل كوب من عجينة التمر وكبايتين من بسكوة اللوتس وعلبة قشطة لكل كوب من التمر او كل كوبان من عجينة التمر حطوه علبة قشطة بتكون كافية انا حطيت علبة قشطة لكوبين من عجينة التمر وراح نضيف علاهم تقريبا تلت كوب من قلب الزبدة دوابته ما تكترو زبدة بس عشان نقدر ندعاكن بسهولة وعندي هون شي علبة سلسة اللوتس دوابتها بالميكروab ضفتها كلها يعني لنقول كوب كوب وربع من صلصة اللوتس العلبة الصغيرة راح ندوبها بالمايكرويب ونضيفها على هيد الخلطة ونبدأ ندعاكم سوا بتكونوا تحطوا بندو تكونوا تحطوا جوز تكونوا تحطوا لوز مكسرات على زاوكم ناخد قطعة ونكورها بهاي الطريقة وعندي جوز الهند المحمص ونبدأ نحطهم فيهم طبعا الحجم للكور على زاوكم انتو بتتحكموا فيه بالمقاس خلوهم هيك صغار علشان الواحد لقمي لقمتين وبسرعة بيخلصوا مع فنجان قهوة عربي ما فيه اطيب منهم بتحطوهم بالطريقة اللي انتو بتفضلوا تقدموها فيها انا حطيتهم بهيدا الورق الصغير عندي اللي مكرمشت للتقديم وحطيناهم بصحن زيانتهم وما بيأثر اذا عندك الصالة باردة فيك تخليهم بالصالة للضيافة واذا زاد عندي كمية فيكن تحطوهم بعلبة بيناتهم ورق فواصل وتخلوهم بالتلاجة الساعة اللي بدكم بتقدموهم فيكن تزودوا عليهم صلصة كراميل صلصة لوتس دايبة وقت التقديم هيدا كله اضافاتي بترجع لغزاوكم انا هيك حبيت تقدموهم جربوها سهلة وبسيطة وكتير طيبة وكتير مميزة